أعلنت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين عن التدشين الرسمية للجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم والمعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتزليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبعية وباشرت لجنة الدمج وتأهيل داخل تنصقي عملها بتركيز على عدة محاور أبرزها تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديد إضافة إلى تقديم الدعم والرعية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم والأسرهم بالإضافة إلى تنصيق مع الجهة المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمية كما حرست التنصقية على تقديم كافة سبل الدعم للاندماج في العمل العام وإعادة التمكين السياسي وذلك من خلال دعوة العديد من المفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفعليات سياسية إلى جانب المشاركة في جلسات الحوار الوطنية